ونسأله في صفقات النادي الأهلي السنادي ونسأله كمان فيه توقعاته لمباراة النادي الأهلي مع ختافي وهل المباراة دي مهمة؟ أو حتفيد النادي الأهلي فيه المرحلة الحالية خصوصاً أنه فيه حوالي 8 لعبين متواجدين مع منتخب مصر فيه الفترة الحالية إزاي كابتن عمارة؟ كابتن كريم إزايك؟ وحشني يا نجم يا نجم مستوك علي قوي في الكرة يا نجم في الخماسي وفي الكرة الشاطئية وفي كل حاجة يعني بص يا كيم وفي الإمارات كمان كان مستوك عالي جداً بص يا كيم المستوية يرجع المستوية الفني يرجع لكابتن أحمد بكر الجنرال كابتن أحمد بكر ها؟ آه طبعاً يعني برضو التدريبات بتاعته والتجمعات بتاعته هي اللي مخليها اللي يوقع الغاية دلوقتي موجودة ها بس أنا فجئت طبعاً مع مساعد قوي جداً نسان أحمد شاهين نتعارفه بقى آه طبعاً أحمد شاهين بس فجئت بمستوك في الإمارات كان أفضل كمان من مصر آه الحمد لله كيمة الحمد لله حبيبي الحمد لله طيب قولي يعني شايف صفقة انضمام رامي ربيعة للنادي الأهلي يعني شايفها إزاي وأنا من شوية كنت بقولي صفقة مهمة وحتفيد النادي الأهلي أن رامي بلعب جوكر بلعب هاف ديفندر بلعب مساك بلعب باكرايد يعني شايف الصفقة إزاي وبرضو مباراة ختافي شايفها إزاي وعايز أكلمك شوية عن منتخب مصر ومباراة الشهادة القادمة كابتن محمد طبعا بصا كيمة خلينا في الجزء بتاع رام ربيعة رام ربيعة أنا مرانت هو في الصعر النشيين في النادي الأهلي أي وأعرف إمكانياته جيدا يعني أنا كنت شغال مع كابتن عمر أنور مساعد معاه كان رامي عنده 16 سنة أي فعارف إمكانياته كويس رامي من اللعبة المبتهدة جدا ملتزم خارج الملعب آآ بلعب بدماغه كويس قوي آآ جوكر زي ما حضرتك قولت بلعب في نص الملعب بلعب ليبرو بلعب مساك ممكن تستغله في أكتر من مكان بالزبط آآ فهي صفقة صفقة طبعا تحسب طب شايف شايف إيه أسباب إن رامي ما نجحش في سبورتينج لشبونا هو الله يعني أنا على المستوى اللي أنا متابع به رامي رامي مر بظروف صعبة جدا لأن رامي كان عنده عضلة الحوض اللي هي العضلة الضمة الحوض يعني آآ انت عرف يا كريم لما العضلة دي بتيجي بتأخر العيب آآ ممكن يقعد فيها سنة أو يقعد فيها سنة عمص آآ حسب فأثرت عليه هناك شوية أثرت طبعا بعدته شوية انت عارف إن رامي طلع أول ما طلع طلع آآ هو مصاب يعني مصاب و راح عمل عمل عملية جرحية أنا فاكرة آآ طبعا راح عمل عملية على طول فدي صعبة جدا على أي على أي لعيب لعيب يطلع بره ومعنادي كبير كمان في لعيبة جمدة وفي لعيبة أساسية فبتصعب الأمور مجرد ما بتهزرش يا كريم آآ والانطباع الأول هو اللي بيدوم بصراحة يعني أنت مجرد ما تحط رجلك وتثبت إن أنت لعيب كويس بخلاص بتبقى آآ الدنيا مشت معك في الفرقة والناس بتحبك وتبقى على طول في الفرقة رامي راح مصاب فدي أثرت أعتقد على إن هو يعني ما كملش بالصورة الكافية إنما هو مما لا شك فيه لو رامي سليم وفت مية في المية فهو صفقة ربيحة طبعا هتفيد النادر أهلي في المشوارة في الأفريقيا والدورة والكاسل اللي هم في مصر فدي صفقة نجحة آآ المباراة الختافي طبعا آآ هي نوع من التغييرة كريمة يعني أنت النهاردة الفرقة مسافرة قبلها بأسبوع آآ راحوا وحضروا ماتش برشورونا الأخير اللي هو كان آآ من يومين مع مالجة آآ آآ مع مالجة اتفرجوا على المباراة آآ اللعيبة خرجت بر أجواء التوتر والشحن والفترة اللي فاتت كلها اللي هي خسارة دور عام وآآ 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 يعني ماتشطة كونفيدرالية وصفر وقود الكابتن فاتحة مبروك وبعد كده الفرقة بدأت تكسب والنتائج بدأت تتصلح لأن الفرقة كانت مع جريد وطبعا النتائج كانت كلها يعني بالنسبة 70% 80% نتائج سلبية على النادي الآن آآ فالكابتن فاتحة طبعا يعني موفق مع الفريق في الفترة اللي فاتت زائد أن هما زي ما قلتلك مباراة طبعا كان متفق عليها من فترة على فكرة مش يعني مش وليدة اللحظة بقالها فترة كان متفق عليها آآ اللعيبة غيرت جاو شافت آآ ناس تانية شافت أجواء تانية شافت أحداث تانية آآ فدي خطوة مهمة جدا أن هما يرجعوا فريش على البطولة إفراقية وبرضو كابتن محمد احتكاك لللعيبة اللي هي مش في المنتخب ممكن في لعيبة برضو صفرت مع نادي الأهلي ما كانش بتلعب أساسية في الأهلي ممكن برضو تحتك في مطش مع ختافي في أجواء حلوة وأجواء قوية فتستفيد بصة يا كريم احنا من تقريبا بالضبط سبع تمنسينين روحنا لعبنا مع ريال سوزات لعبنا براه برضو كانت وديها افتكر يعني كانت أجواء غير عادية وموضوع كانت كويس واللعبة شافت حاجة دور جديد وناس ناس ثانية الموضوع لا يعني أنا شايف أنها تجربة يعني طبعا الكابتن فاتحي أكيد هيلعب بالعناصر اللي هو عايز يشوفها الفترة اللي جاية دي عندك لعيبة كتير ما كانتش بتلعب الفترة اللي فاتت ممكن تتشاب بصورة كويسة في المبارات أسبانيا وهي تجربة أكيد مفيدة للنادي الأهلي يعني في الفترة دي طيب يعني شايف مطش المنتخب إزاي مع تشادي يا كابتن عمارة المطش الجاي والله أنا شايف أن مستر كوبر يعني ماشي كويس كريم يعني بداية من من تواجده في القاهرة ومتابعته للمباريات اللي فاتت طوام في الدورة أو اللعيبة أنا شايف أنه هو حتى كمان يعني ما بيفرقش معاه أسماء يا كريم دي مهمة جدا عند أي مدير فني ناجح يعني أنه هو دايما ما بيعملش حساب إلا لمصلحة الفرقة بس يعني أنا شايف الراجل شغال كويس جدا اه اختياراته للعناصر يا كريم اختيارات موفقة يعني دايما بتبص تلاقي مثلا حسين السيد وعب شافي حسين السيد اه في ناحية اللي مين هتلاقي عمر جابر أو حزم إمام اي اه او يعني دايما بيبقى فيه الوان والتو يعني يعني الأساسي والبديل دي مهمة جدا عند أي مدير فني أنه هو يبقى عنده الأوراق الأساسية والأوراق اللي هي البديلة على الأساس النهية اه في أي وقت اه تقدر تفيد الفرق فأنا شايف ان هو ماشي كويس جدا مباراة تشاهد طبعا اه دي تاني مباراة لي مع المنتخب هي هيقودها اه انا شايف ان هو يعني من المدرمين اللي عندهم شخصية كريمة واي والشخصية بتنعكس على اه الفريق في المنع يعني يعني دي واضحة جدا من اه تشكلته حتى المباراة اللي احنا فراجنا عليها الوحيدة لمنتخب مصر اللي هو قدها شفنا يعني كل العناصر اللي اختارها كريم هو بيحب اللعيبة المهارية يعني شفنا فالصلاح كان موجود في الملعب شفنا الترزيجي كان موجود في الملعب شفنا عمر جابر يعني اختراته دايما اه موفق اه بيحب اللعيبة المهارية وعمل برضو تحس ان هو برضو ايه يعني مش مكتر من اللعيبة اللي فوق السن اه لا ده طبعا حقيقة كويسة جدا النهاردة للمستوى العمري بالنسبة للمتحفظ يعني لو مسكت كده من حراسة المرمى مثلا الشناو صغير الشناو صغير شريف صغير يعني بيعتبر شريف اكبر شوية سعد سامير وعلي جبر ورامي ربيع واحمد حجازي الاربعة صغيرين حزم عمر جابر صغيرين عبدالشافي عبدالشافي ها شوية 28-29 سنة إبراهيم صلاح نني إبراهيم صلاح اكبر شوية 27-28 برضي يعني المعدل العمري او متوسط الاعمار حتلاقي 25-26 سنة في المنتخ ما ده كويس جدا انت عايز استمراريها كريم محمد صلاح بس مرسي كهرباء رمضان صبحي مؤمن زكريا يعني لعيبة كلها صغيرة ما انا بقولك المباراة اللي فاتت تكريم اللي هو لعيبها الوحيدة المنتخب مصر كان في مين في الملعب رمضان صبحي محمد صلاح تيريزيجي احمد حسن ميكي بس مرسي عمر جابر لعيبة كلها صغيرة ولعيبة كلها بتحب تلعب كرة لعبة الكرة يعني هنا يبان بصمة المدرب يا كريم على الكرأة هو كان الشروط الاول ما كانش لسه الأداء وصل للمرحلة اللي احنا يعني كنا متوقعينها ان احنا نشوف منتخب مصر مع كوبر بالشكل الكافي انه مش روط التاني شوفنا فرقة تانية خالص مختلف لما لعب الأوراق اللي انا قلت لك عليها دي كلها كابتن ما كانش في حد في الدوري المصري من وجهة نظرك شايفه ان هو يستحق الانضمان من منتخب وما تمش ضمه في الدوري المصري في الاهلي في الزماني بصراحة لا يا كريم يعني انا شايف ان هو حتى يعني مثلا هقرب لك الموضوع الناس بتتكلم ان عبدالله السعيد وحسام غالي انا معرفش حمودي موجود ولا مش موجود لا حمودي مش موجود نفس اللعب ده يخش منتخب مصر ما هو بس الفاترة فتحش ما كانش بيلعب مع بازل قبل ما يجي الزمالك بس اللعب ده لو جهز يا كريم وخد ماتشات ولعب اتفرج عليها يعني اللعب مؤثر جدا ومنتج في ناس زعلانة ان حسام غالي وعبدالله السعيد ما اتخدوش المنتخب مين الناس اللي زعلانين يعني الجهاز الفاني لنادي الاهلي كان شايفين ان حسام غالي عبدالله السعيد ان اتنين يستحق الانضمام من المنتخب هو خاد مكانهم مين يا كريم يعني في نص الملعب في رمضان صبحي وترزيجي ومؤمن زكريا وكهربا وفي اكتر من لعيب يعني انا شايفين حسام غالي كابتن نادل اهلي وكابتن متهب مصر ما يعيبوش ابدا ان هو معسكر ما ينضمش او اختيار من الاختيارات ما يبقاش موجود او عبدالله نفس النظام يعني هو الناس لما كان عبدالله موجود وحسام يقولك ده مستواهم وحش ازاي ضمهم بس عبدالله يعني ما لعبش منتخب كتير عبدالله السعيد منتخب اول يعني لا انا بتكلم على هو حسام غالي اللي كان بيروح المستوى انا بتكلمك على المستوى يعني حتى عبدالله هو في نادل اهلي وبيلعب وبيجيب جوال يقولك ده مستوى وحش اه يروح المنتخب ما يروحش المنتخب يقولك تفين عبدالله وحسام يعني انا 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 شايف ان هو حق اصيل للمدير الفن يا كريم طبعا ان هو اختار اللعيب وهو وجهة نظره ان حسام ما يبقاش موجود في المباراة اللي جاية او عبدالله ايه المشكلة بالزبط ايه المشكلة ما فيهاش مشكلة للناس اللي موجودة تتقضي الغرض وانا عارف ان حسام طبعا لعب دولي وعنده خبرات ومش هيفق معا ان هو يبقى موجود معسكر بالعكس ده هتحفزه اكتر ان هو لازم هيبقى موجود الماتش اللي بعدين يعني حسام النوعية دي يعني حسام اي لعب كبير يا كريم هتبعده ماتش عن الفرقة هتلاقيه بعمال يغلي وعمال يفكر طبعا انا بعيد ليه هو حسام النوعية دي اتفرج عحسام غير الفترة اللي جايه هو عبدالله اليوم لعيبة مختلفة تماما ان شاء الله بشكرك كابتن عمارة واتمنى حركة توفية كابتن محمد اشكرك كابتن كريم حبيب كابتن محمد عمارة طبعا من اللعيبة البكات ليفت الجامدين اوي في تاريخ الكرة المصرية طبعا